موسيقى مشاهدين أينما كنتم أسعد الله مساءكم بكل الخير أهلا بكم في المشهد الإخبار من الخرطوم بداية أبرز عنوينه عضو السيادي مالك عقار يبحث مع سفير مملكة النرويج لدى السودان التحديات السياسية الراهنة في البلاد موسيقى وللخرطوم يترأس ابتماعا موسعا لمراجعة تنظيم قرى الريف الشمال لمحلية كراري وزير الصحة وزير الصحة لدى مخاطبته منتدى تحديات الرقابة الصيدلانية يؤكد على الرقابة في استخدام الأدوية المخدرة موسيقى مرحبا من جديد إلى التفاصيل من الخرطوم التقى عضو مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار بمكتبه بالقصر الجمهوري سفير مملكة النرويج لدى السودان أندري ستانس وأوضح السفير النرويجي في تصريح صحفي أن اللقاء تطرق للتحديات الراهنة التي تواجه السودان والمطلوبات الأساسية التي يجب أن تتفق عليها كافة الأطراف السياسية وأن تضع مصلحة السودان في المقام الأول وقال السفير استانس أكدنا خلال اللقاء على ضرورة الوصول إلى التسوية التي تشمل جميع المكونات السياسية مشيرا إلى أهمية مشاركة المجتمع الدولي في العملية السياسية الجارية وأضاف دورنا في هذا الشأن يتمثل في المساعدة في الوصول إلى الحل الذي يجب أن يكون لصالح الشعب السوداني وفي أقرب وقت ممكن التقى عضو مجلس السيادة الانتقالي رئيس الجبهة الثورية الدكتور الهادي إدريس بأمانة حكومة ولاية جنوب دارفور التقى أطراف العملية السلمية الذين وقعوا اتفاق جبال السلام السودان وقدم سيادته شرحا مفصلا حول سير تنفيذ الاتفاقية والصعوبات التي تواجهها في تنفيذ عدد من بنودها مؤكدا الحرصة على تنفيذ كافة البنود ترسيخا لدعائم السلام والذي يعتبر مهما ليس لدارفورث حزب وإنما لكل ولاية البلاد وأشار عضو مجلس السيادة إلى تنفيذ جزء كبير من بند الترتيبات الأمنية مبينا أن البنود الأخرى تحتاج إلى إكمال إنشاء الآليات التي تساهم كثيرا في تنفيذها ودعا دكتور الهادي إدريس أطراف العملية السلمية لتوحيد كلمتهم والتمسك بخيار السلام الذي يمهد الطريق لبناء سودان آمن ومستقر خلال المرحلة المقبلة اطلع وال الخرطوم المكلف الأستاذ أحمد عثمان حمزة لدى ترأسه لاجتماع الموسع الذي ضم الأمن العام لحكومة الولاية الأستاذ رابح أحمد ومدير ديوان الحكم المحلي ومدير وزارة التخطيط العمراني والمدير التنفيذي لمحلية بحري ومدير مصلحة الأراضي والمساحة وجهاز حماية الأراضي وعدد من ممثلي قرى الريف الشمالي اطلع على تقرير اللجنة المكلفة بمراجعة تنظيم قرى الريف الشمالي لمحلية كدري منعا للتداخل بين الأراضي المخصصة لأصحاب الاستحقاغات التاريخية لمناطق الريف وقال مدير عام وزارة التخطيط العمراني المهندس حسن عيسى إن اللجنة وقفت بكامل عضويتها إنفاذا لموجهات وال الخرطوم بإجراء مراجعة شاملة بحفظ الحقوق التاريخية لقرى الريف الشمالي كدري وأكد أن اللجنة اعتمدت في تقريرها على القرارات التخطيطية السابقة للمنطقة ومراجعة موجهات المخطط الهيكلي والخرط المساحية المعنية بتخطيط القرى وأشار التقرير لأهمية الإسراع في إكمال مراحل التخطيط مع مراعاة حفظ حقوق الأهالي وأمل الاجتماع على أهمية حفظ حقوق الأجال القادمة في الأراضي السكنية وعدم المساس بالأراضي الزراعية باعتبار الريف الشمالي من أكبر المناطق المنتجة للخضر أكد وزير الصحة الاتحادية المكلف دكتور هيثم محمد إبراهيم أن الوزارة وبالتعاون مع وزارة الداخلية تراقب بصورة مستمرة للتأكد من الالتزام بالوصفة للأدوية المخدرة ومستحضراتها وصرفها بشكل صحيح والتعامل مع أي معلومة تريد بشأن بيع هذه الوصفات أو إساءة استخدامها وعننا الوزير في منتدى تحديات الرقابة الصيدلانية على المخدرات والمؤثرات العقلية بدار الشرطة ببري والذي نظمه المجلس القومي للأدوية والسموم أن الوزارة وتطويرا لأدواتها الرقابية تدرس وضع آليات لتتبع هذه الأدوية منذ تصنيعها واستيرادها وحتى وصولها إلى المريض وأشدد هيثم على الحد من تزوير الوصفات الطبية وضمان صرف الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية ومستحضراتها للمرضى فقط والحد من إساءة استخدامها والإدمان عليها وذلك من خلال عدة مراحل تعجيل أن الوسائل بتاعتنا بتاعت الرقابة نحن بصددها تبدأ من البدايات يعني مش كده يعني على مستوى القوانين والتشريعات والإنفورسمنت لإنزالها والقوانين والتشريعات الحمد لله موجودة إذا كان قوانين دولية موجودة إذا كانت قوانين محلية قانون المخدرات بتاع عربعة وتسعين ولا قانون الأديو السوم بتاع الفين وتسعين ولا اللوايح اللي تجيب على ذلك تبع موجودة فإذا نحن الحاجة المحتاجة لها وضع الآليات على مستوى الدولة وأنا شايف أنه طبعاً العمدة والركن في الموضوع هذا لقوة تطبيق القانون وإنزال القانون هي الجهات الشراطية المختلفة فببقى نحن محتاجين القوانين واللوايح الناس ممكن حاسي في الورشة تكون عندها تضع بعض الآليات الإضافية أو إجراءات قياسية للرقابة على كل المستويات بتبقى لابد على المستوى الاتحادي على المستوى المحلي على مستوى منقاط البيع على كل المستويات نحتاجين الفرق المشتركة تقوم بمهمة القاملة إلى ذلك أوضح الأمن العام لمجلس الأدوية والسموم دكتور علي بابكر دور المجلس في الرقابة على الأدوية المخدرة وأثرها وتفعيل كل القوانين والتشريعات من أجل حماية المجتمع اكتبات أخرى في أنه في بعض الأدوية التي كانت تصرف في الرشتات العادية ستتحول لرشتات مزيد من التحكم فيها في بعض الأدوية التي كانت أصلاً تستخدم كأدوية عادية أصبحت تعتبر سلايف تمهيدية لإنتاج بعض المخطرات اليوم سنتناول تفاصيل كثيرة من الأدوية للحرص وتعزيز صحة المواطن لأنه في المقامة الأول صحة المواطن هي الأهم طبعاً مدمن المخدرات وهو أكثر إرهاقاً للأسرة من أي مدمن آخر وبن أي مريض آخر وهو مرهق جداً في مستوى الأسرة وبالتالي نحن إن شاء الله اليوم نحاول بالتعاون مع المؤسسات الراعية لمعالجة الإدمان وكل الفئات والجهات المختصة سنعالج قضية هذه الأدوية كيفية التحكم فيها وكيفية صرفها بمساعدة الصياد للموجودين المستوى صيدليات المجتمع وصيدليات المستشفيات في مزيد من الرغاب عليها وقفت اللجنة التسيرية لنقابة المعلمين السودانية على سير العمل بمدينة المعلم الطبية بعد أن توقف لمدة بسبب قرار إداري داخلي وأكد المدير الإداري ونائب المدير العام الطبي مصعب موسى إبراهيم أن مدينة المعلم الطبية باشرت عملها بصورة طبيعية منذ يوم الأحد وقال مصعب في تصريحات صحفية إن العاملين بالمدينة باشروا عملهم وأن الأقسام والتخصصات الطبية استقبلت المرضى الذين ترددوا على المستشفى وكشف مصعب أن التوقف كان بقرار من اللجنة السابقة منوها إلى أن الإدارة الجديدة تباشرت عملها بمجرد استلامها ملف المدينة مؤكدا أنهم كإدارة جديدة ليس لهم أي مشكلة مع أي موظف بمدينة المعلم الطبية مبشرا الاستشاريين والأطباء بأن الفترة المقبلة ستشهد تحولات كبيرة في الخدمة العلاجية بجانب تحسين مناخ العمل بالمدينة من جانبها أكدت الطبيب روقية محمد عثمان أن المدينة باشرت العمل بصورة طبيعية العيادات شغالة في التواصل بعض الاستشاريين بالإضافة إلى قسم الـ CR والـ HDU والطواري الحمد لله لأن أمور ماشية طبيعية وأبشر كل الاستشاريين بالسودان أن المدينة هي مدينة المعلم من ظهر المعلم الحمد لله الآن المدينة تعمل ليل نهار من أجل المعلم السوداني والمواطن السوداني المعلم السوداني في المقام الأول لأن هذه المدينة هي التي بنيت من أموال هذا المعلم الكادح والمعلمة السودانية أيضا نحن إن شاء الله نحن إن شاء الله سوف نعمل جميعا من أجل هذا المريض إن شاء الله سنعمل جميعا في ظل وجود كادر متميز من أميز الأخصائيين والأطباء والمعمل والصيدلية أيضا تعمل ليل نهار الحمد لله رب العالمين نستقبل كل الحالات كل الحالات نتعامل مع المعلم السوداني باحتباره هو صاحب الحق من الآن فهو صاحب الحق فنقول له مرحبا بك في مدينتك في مستشفى المعلم هي التي هي ملكك وأيضا مرحب بالمواطن السوداني لأن هذه المستشفى تعالج المعلم والمواطن السوداني وكل ألوان الطيف أعلنت مجموعة من القيادات المجتمعية والأهلية والكيانات المطلبية المنضوية تحت مبادرة نداء أهل السوداني للوفاق الوطني أعلنت رفضها القاطع لأي تسوية سياسية ثنائية فضلا عن رفضها للتدخلات الأجنبية في الشأن السوداني جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي استضافه من بروطيب بريس والذي جاء بعنوان رفض التسوية الثنائية والتدخلات الدولية في الشأن السياسي السوداني بمشاركة عدد من ممثلي وسائل الإعلام المختلفة وقال ممثل تحالف كيانات الوسط محمد عبدالله كوكو إن الموسم الزراعي لهذا العام مهدد بالفشل خلال العروتين وذلك نتيجة لغياب الدولة والجهاز التنفيذي مطالبا بضرورة الإسراء بتشكيل حكومة كفاءات وطنية بأسرع ما يمكن كما دعا إلى أهمية أن يلتف أهل السودان على حوار شامل لا يستثني أحد من أجل الوصول إلى تسوية سياسية شاملة من جانبها أكد رئيس الإدارة الأهلية ولاية الخرطوم من مكع جيب الهادي عن تأييدهم لمبادرة نداء أهل السودان للوفاق الوطني وراعيها الخليفة الطيبة الجد وذلك باعتبارها المبادرة الشاملة التي لم تستثني أحد من طالب بتكوين حكومة وبسرعة حكومة كفاءات وطنية يعني مستقلة غير حزبية لهذه الفترة الانتغالية ذات مهام محددة فهذه الحكومة لا بد من تكوينها لأن أكثر الناس متضررين منها نحن في الوسط وتعطيل الانتاج في الوسط يعني يبدأ بانعكاسات سالبة على السودان كله المسارات المسارات نحن لا بد أنها تعالد الاتفاقية فعلا هي وقفة البندقية وده كلام ممتاز جدا لكن كمان حصل ظلم كبير جدا في الوسط والشرق والغرب الوسط والشرق والشمال بالتالي لا بد من التعديل الخلل الموجود في هذه المسارات ونرسل الرسالة أيضا للمجتمع الدولي بأننا نحن رافضين لأي تدخل في شأننا الداخلي والحوار السوداني السوداني ما بنسمح فيه لأي أجنبي أن يتدخل فينا قال رئيس الوزراء الأسبق البروفيسور الجزول ضفع الله إن البلاد تمر بمرحلة مفصلية وعزى ذلك إلى عدم الوصول للتيانس وأكد الجزول لدى مخاطبته لمنتدى الفكر والتنمي والسلام الذي نظمته جامعة المغطربين اليوم ضمن سلسلة ندوات عن كيفية النهوض بالسودان واللحاق برقب الدول المتقدمة والذي جاء بعنوان نحو رؤية جديدة لحكم السودان أكد استحالة تغيير السودان وأوضح أن الوصول إلى الديمقراطية ليس بالأمر السهل وقال الديمقراطية ينبغي أن تشتري الوقت لنفسها مؤكدا بأن الحوار هو الحل الأمثل لحل حالة مشاكل البلاد وفي السياق قال الباحث السياسي والخبير الاستراتيجي مضوي الترابي لابد أن نعمل ما في وسعنا لكي نصل إلى كيف يحكم السودان وقال أنه لابد من التفكير الاستراتيجي للدولة للوصول لحل أزمات الحكم حتى ينعم السودان بالاستقرار والأمان تطلب منها كأحذاب سياسية وكمنظمات مجتمع مدني أن تكون لنا رؤية واستراتيجية واضحة وهذا ما هدفت إليه ندوة اليوم والتي تحدث فيها عدد من الإخوة المشاركين ونأمل في أن تواصل جامعة المغتربين في هذا المشروع الذي يجعل للجامعة ارتباط بالمجتمع ونحن نتحاور ينبغي أن نستعمل اللغة المهزبة بعيداً عن افتراز ذاك بعيداً عن إثارة إحساس الكراهية والعدوانية حول الآخرين والانتزام بالحقيقة والابتعاد عن اختلاق المشاكل والأزمات تأتيكم المزيد من الأخبار من الخرطوم عقب هذا الفاصل فبقوا معنا إن عقد بمحلية أمدرمان اجتماع برئاسة المدير التنفيذي لمحلية أمدرمان الأستاذ فيصل حسن حسين طنبل والذي ضم مدير ديوان الزكاة بالمحلية حسن إدريس بجانب مديرة التنمية الاجتماعية بالمحلية سمية إدريس ومدير المصارف بديوان الزكاة ومدير الشؤون الدينية بالمحلية والمنسق العام للجان التغيير والخدمات بالمحلية ومنسق لجان الزكاة وتناول الاجتماع سبل تطوير عمل الزكاة وإحكام التنسيق بين ديوان الزكاة وإدارة المحلية المختصة وكيفية إسهام ديوان الزكاة في دعم الفقراء والمساكين على مستوى المحلية من جهته وجه المدير التنفيذي للمحلية أهمية مراجعة تكويل لجالة الزكاء القاعدية غير الفعالة داعيا لمزيد من دعم جهود ديوان الزكاء على مستوى المحلية من أجل دعم الشرائح المستهدفة من جانبه استعرض مدير ديوان الزكاء بالمحلية أنشطة الديوان الخاصة بالدعم الشهري النقدي فضلا عن مصارف الزكاء التي يقوم بها ديوان الزكاء بجانب المشاكل والمعويقات التي تواجه عمل الديوان أحيت إدارة تعزيز الصحة وصحة البيئة بمحلية أمدرمان بمدرسة أمدرمان الثانوية الحكومية للبنات اليوم العالمي لغسل الأيدي وأوضح مدير الشؤون الإدارية والخدمة المدنية بالمحلية أهمية غسل اليدين الوقاية من الأمراض مشيدا بجهود إدارة الصحة بالمحلية في مجال تعزيز الصحة ونشر الوعي الصحي وسط المجتمع بجانب مهامها الأخرى من جهته أكد منسق النظام الصحي لمحليات الولاية أن الهدف من إحياء هذه المناسبة هو التذكير بالممارسة الصحيحة لغسل الأيدي ونشر التوعية والتثقيف الصحي وسط الطالبات لنقله لأسرهم مشيرا لأهمية التوعية بفوائد غسل الأيدي تم اختيار المدرسة التي تكون هي نافذة الدعاية لإيصال الرسالة لغسل الأيدي وأن تصل عبرهم إلى منازلهم وإلى صديقاتهم وأصدقائهم الآخرين ونحز دائما على غسيل الأيدي ونضافة ودائما ندعو أن الجسم السليم في العقل السليم والناس دائما تكون حريصة على موضوع نضافة وغسيل الأيدي الدراسات أثبتت أنه بغسل الأيدي بالماء والصابون بالطريقة الصحيحة في الأوقات الحرجة المطلوب أن الناس تغسل أيادية فيها بتغيب من كثير من الأمراض وخاصة أمراض الجهاز التنفسي وأمراض الجهاز الهضمي كالإسهالات والنزلات المعاوية فإحنا درجنا في محلية أمدرمان أننا نحتفل باليوم دا عادة في إدارة عزيز الصحة بالمدارس سواء كمدارس سانوية أو مدارس للأساس بنحتفل باليوم دا ابتداء من 15 أكتوبر من كل عام ويستمر الاحتفال حتى نهاية شهر أكتوبر شدد الأمين العام للمجلس الأعلى للحكم المحلي الأستاذ عبد المنعم محمد الماحي على ضرورة الاهتمام بتنظيم الأسواق والنظافة وتطبيق الأوامر المحلية من أجل بيئة نظيفة جاء ذلك لدى وقوفهم على سير العمل والآداء العام لمحلية القرطم بحري بحضور مدير ديوان الحكم المحلي ناجي محمد علي عبد الله والمدير التنفيذي لمحلية بحري عبدين سلمان مجذوب ومديري الإدارات العامة للمجلس ومديري إدارات محلية بحري وأوضح أمين المجلس أن هذه الزيارة تأتي في إطار برنامي المجلس للوقوف على الأداء وسير العمل بكل محليات وهيئات الولاية وهدفت الزيارة للإطمئنان على الهيكل الوظيفي والتنسيق والمشاركة المجتمعية والتعاون ومعالية المشكلات التي تؤرق الولاية والمتمثلة في إصحاح البيئة والمخالفات وتنظيم الأسواق والوجود الأجنبي رأس المدير التنفيذي لمحلية شرق النيل الأستاذ مرتضى يعقوب بانجا بالقاعة الصغرى للمحلية الاجتماع الأول للفريق الاستراتيجي للمحلية بحضور أعداء الفريق بقيادة الدكتور خميس النور رزق الله مدير الإدارة العامة للإستراتيجية والمعلومات وقد ناقش الاجتماع مهام واختصاصات الفريق الاستراتيجي وموجهات إعداد الخطة ومناقشة تقارير الأداء وتقارير أداء الوحدات الشهري من جانبها أوضح مدير الفريق الاستراتيجي موجهات واختصاصات الفريق الاستراتيجي ومحاور إعداد الخطة للعام 2023 وأولويات تنفيذ الخطة وأكد أهمية التدريب وتأهيل الفريق الاستراتيجي وبين الملاحظات العامة لتنفيذ الخطة والمشاكل والمعاليات والحلول من جانبها أكد المدير التنفيذي أهمية وضع الخطة الاستراتيجية في تنفيذ مصفوفة التنمية المحلية للبرامج والمشروعات وأهمية التدريب للفريق الاستراتيجي لمواكبة التطور العالمي للمعلومات بمنظور علمي عالمي للوصول إلى الغايات والأهداف المرجوة ترأس المدير التنفيذي لمحلية أمبدة الأستاذ مستور أحمد عبد الماجد اجتماع مجلس الاستثمار الدوري واستعرض المجلس الخارطة الاستثمارية للوقوف على موقف صلاحيات العقود من حيث استفاء المدة الزمنية ومراجعة المواصفات والاشتراطات الصحية والفنية وفق الإجراءات الإدارية والهندسية ومتابعة الترتيب وتنظيم الأسواق حسب الخارطة التخطيطية والمساحة الجغرافية بإزالة المخالفات والتشوهات ومعالجة الظواهر السالبة كما وجه بحصر العقارات الحكومية لعمل رفع المساحين بغرض التزليل لاستخراج شهادة البحث والعمل على تنظيم وترتيب المواقف وفتح الشوارع أمام حركة السير والمرور كما وجه المجلس بتوزيع موجهات إعداد الموازنة الجديدة 2023 بمشاركة جميع الإدارات والوحدات في إعداد الموازنة شدد نائب المدير التنفيذي لمحلية أمبدا الأستاذ أبو القاسم آدم الطاهر خلال ترأسه اللقاء الجامع بحضور بشار خاطر آدم مدير الشؤون المالية وموسى أببكر عبد الرسول مدير جهاز تطوير وتحصيل الموارد فرع أمبدا ومدري الوحدات الإدارية والأجهزة والإدارة ذات الصلاة لوضع الترتيبات الإدارية لحصر الأنشطة الاقتصادية شدد على أهمية حصر المواعين الإيرادية لتوفير قاعدة بيانات حقيقية وواقعية لإعداد مواعين إيرادية تعين على إعداد موازنة العام 2023 وفق الموجهات اللازمة وأشار إلى أن الموازنة تحتاج إلى تفكير عميق بالنظر واستصحاب المتغيرات المستقبلية المتوقعة ووفق موجهات الولاية لبناء موازنة واقعية من خلال تحديث قاعدة البيانات بحصر كافة الأنشطة التجارية والاقتصادية والحوسب الإلكترونية بزيادة للواقعية في البحث عن موارد إيرادية جديدة أكدت قيادات من قبيلتي اللوغان ودار علي بمحلية قدير ولاية جنوب كردفان على أهمية السلام والتعايش السلمي ووقف العادائيات بين الطرفين والالتفاف لعملية البناء والتنمية بالمنطقة وقال مختار عبد الرحيم محمد صالح في مؤتمر صحفي عقد بالحاكم نيوز بالخرطوم لمناقشة نتائج الورشة التي عقدت يومي الأول والثاني من أكتوبر الحالي بين الطرفين لمناقشة المصالحات والتعايش السلمي بين القبيلتين على أن الورشة وضعت اللبنات الأولى والمدخل الحقيقي لترسيخ ثقافة السلام ووقف العدائيات في المنطقة وأضاف أن منظمة جلوبال أنهاند قدمت خدمة كبيرة للمنطقة وجمعت الأطراف في مكان واحد لمناقشة قضايا المنطقة بكل تجرد ونكران لذات وأكد مختار رغبة الأطراف الجادة في تحقيق الأمن والاستقرار والالتفات لبناء السلام والتعايش السلمي ووقف العدائيات برفقة لجنة أمن الولاية تفقد أمين عام حكومة ولاية جنوب كردوفان إبراهيم حامدين كوكو أحوال مواطني لقاوى النازحين بمحلية دلنج جراء الأحداث الأخيرة التي شهدتها المنطقة وكشف حامدين عن وصول أكثر من خمسة آلاف نازح حتى الآن بمحليات كادوغلي والدلنج والريف الشرقي وأشاد بمبادرات المجتمع في الإيواء والإضعام وتقدم الكساء من جانبه ناشد الأمير حسن عبد الحميد النور المنظمات الوطنية والدولية والخيرين لإسراء في التدخلات وتقديم العون للنازحين معلنا ترحيب أهل الدلنج بأهلهم من لقاوى ووقفهم بجانبهم لحين عودتهم إلى مناطقهم أعلن وزير المالية والاقتصاد والقوى العام بولاية النيل الأبيض فتح الرحمن أبو بكر اكتمال كافة الترتيبات الفنية والإدارية لاستئناف العمل بمؤسسة بحر أبيض للتمويل الأصغر بالولاية جاء ذلك خلال ترأسه اكتماع مجلس إدارة مؤسسة بحر للتمويل الأصغر وقال رئيس مجلس الإدارة إن الاجتماع أجاز خطة عمل المؤسسة المتعلقة بالموجهات والسياسات العامة في تمويل المشروعات الإنتاجية لمواطنية الولاية داعيا إلى التوسع في مشروعات صغار المنتجين وجمعيات الخيرين من أجل تحسين سبل كسب العيش للشرائح المستهدفة بمحليات الولاية من جانبه استعرض صبر محمد حسن مدير مؤسسة بحر أبيض للتمويل الأصغر جهود إدارته في استئناف العمل بالمؤسسة والخطة التشغيلية في مشروعات التمويل الأصغر ختاما أبرز العناوين من جديد عضو السيادي مالك عقاري يبحث مع سفير مملكة ميرويج لدى السودان التحديات السياسية الراهنة في البلاد وللخطوم يترأس اجتماعا موسعا لمراجعة تنظيم قرى الريف الشمال لمحلية كاراري وزير الصحة لدى مخاطبته منتدى تحديات الرقابة الصيدلانية يؤكد على الرقابة في استخدام الأدوية المخدرة شكرا لطيب المتابعة هي تحيات مقرونة بتحايا الفريق الذي عامل لأجلكم حتى الملتقى دمتم في أمان الله وحي وظهر اشتركوا في القناة